لو بنتكلم على تأثيرات الطيار الكهرابي على جسم الإنسان بنتكلم على إن احنا أقل من 1 ميلي أمبير الحقيقة بيبقى يعني لما نوصل 1 ميلي أمبير بيبقى perception level أقل من كده ممكن أكشوري ما نحسش به perception level معناها نحس إن في حاجة بتبقى عبارة عن slight tingling sensation يعني نحس إن في حاجة زي يعني بنحس إحنا يعني لما يكون فيه مثلا الاكتروستاتيك ولا حاجة بنحس بحاجة كده زي يعني إحساس إن في حاجة مش يعني مش معتادة ودي بتبقى basically يعني ما هياش خطورتها كبيرة في غالب الأحوال بس برضو بنحاول نتجنبها عموما once إن احنا وصلنا ل5 ميلي أمبير الحقيقة يعني definitely بيبقى فيه slight shock يعني حد يحس إن فيه فعلا أكنه خد electrical shock بس ما هياش ما هياش painful ما هياش حاجة مؤلمة وما هياش يصعب عليه ما هو يشيل إيده من مكان اللي فيه الإلكتريسيتي لو هو حاطت إيده على إيد مثلا يعني ممكن واحد لو هو متعرض من خلال إيده من خلال رجله أو whatever ممكن هو يقدر يشيل الطرف بتاعه من غير أي مشكلة يعني لسا الإنسان لغاية الليفل بتاع الخمسة ميلي أمبير بيحتفز بالvoluntary motion يعني يقدر يتحرك زي ما هو عايز يعني يعني basically يقدر يعني يبتعد عن السورس بتاع الكهرباء أعلى من كده الحقيقة بيبقى مشكلة بيبتدي بقى فيه painful shock يعني بمعنى أنه هو بيبتدي بقى الشخص نفسه يعني بيحس بألم لأن الكرن دوت من 6 ميلي أمبير لغاية 16 بيبتدي يعمل very strong muscular contractions بتبع مؤلمة جدا من نسبة للشخص والحقيقة بنتكلم على أن يعني basically ممكن يعني في أي واحدة من الكرن زي أكشري حسب طبيعة الشخص نفسه حسب ميل ولا في ميل حسب الbody build حسب حاجات كتير حقيقة ممكن في أي كرن دول ممكن هو ما يقدرش أن هو يشير إيده ما يقدرش أنه يعني يبتعد عن السورس الكرن اللي عنده نقدر أن احنا نبتعد هو بنسميه let go current let go current بيبقى بعديين ما نقدرش نعمل الكرن ده فالحقيقة احنا نتكلم على خمسة ميلي أمبير نقدر definitely يعني نعتبر نفسيه نقدر أن احنا نبتعد عن السورس أعلى من كده يعني الحقيقة ما نضمنش يعني من 6 إلى 16 بيبقى فيه painful shock وما نضمنش أن احنا نقدر نشيل إيدهنا من المكان اللي هو كان فيه الكتريستي أعلى من كده بقى لا بنبتدي بقى نخش في رينج ممكن يبقى فيه خطورة يعني نتكلم من 17 إلى 99 ميلي أمبير يعني نتكلم على الكرنة اللي ماشي داخل جسم الإنسان في الرينج دوت extreme pain يعني قلم شديد جدا respiratory arrest يعني معناها أنه ممكن يبقى فيه توقف فيه التنفس severe muscular contractions يعني فيه بقى contractions للمسل بطريقة عنيفة جدا ويعني definitely الشخص ما يقدرش أنه ي let go يعني ما يقدرش أنه يبتعد عن السورس electricity والوفاء الحقيقة ممكن تبقى احتمال في الوضع ده من أول 100 ميلي أمبير لغاية 2 أمبير أو 2000 ميلي أمبير بيحصل ventricle fibrillation طبعا زي ما احنا عارفين احنا جهاد الدفبرلاتور معمولة علشان ينقص حياة المريض فاحنا بنتكلم هنا عكس الكلام ده بقى يعني الكهرباء هنا الحقيقة ممكن تؤدي لحدوث ventricle fibrillation اللي هو بيبقى وضع خفير جدا بيبقى فيه التحصل داخل القلب بتبقى ضعيفة جدا وسريعة جدا بتبقى كأنها رعشة كأنها يعني كده ما بتقدرش أن هي تضغط الدم ما بتقدرش أن هي تبوش الدم في عشان يوصل مثلا للمخ ويوصل للأعضاء اللي هي تعتبر عشان حياة الإنسان فبالتالي هنا بيبقى death is likely يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان الوفاة هنا بتبقى هي الحاجة الغالبة اللي بتحصل عند الكارنس العالي قوي اعلى من كده لما بنوصل بقى اعلى من 2000 مليا امبيرس الى 2 امبيرس لما اعلى من كده بقى كcurrent بيحصل كارديك ارست بيحصل توقف لعضلة القلب ممكن يحصل internal organ damage وCD burns والdeath بيبقى طبعا هنا بيبقى even more likely عن هنا لما بنتكلم على كارنس بالشكل ده كده حد ماشي في جسمه اثنين امبير بنتكلم ان الحرارة المتولدة ممكن هي تعمل burning للأعضاء الداخلية داخل الجسم وبالتالي بيبقى يعني مش بس بنتكلم على electrical shock وتوقف في القلب لا بنتكلم كمان انه ممكن يبقى فيه يعني damage يعني عن طريق الحرارة اللي بتحصل ديت وده بيبقى حاجة في منتقى الخطور الحياة فدي الحقيقية يعني نكلم على ان احنا عشان نبقى سيف الحقيقية احنا نكلم احنا لازم نبقى مثلا واحد ملي امبير او اقل فاحنا بنحاول دايما الليفل بتاع leakage current اللي بيمشي في جسم الانسان لايزدش ابدا عن واحد ملي امبير نقطة مهمة جدا لازم نلاحظها ان كل الارقام اللي كلنا نتكلم عليها دي دي عندي 50-60 hertz يعني نكلم دي على ان في عندي AC current والAC ده frequency تاتو 50 او 60 لما بيتغير frequency بيتغير التأثير بيتغير ازاي؟ الكيرف ده بيورينا ان احنا 50 او 60 بتبقى حاجة في range اللي هو هنا ده كده للاسف دي نقطة اللي بيبقى فيها اقل threshold of sensation واقل let go current يعني بمعنى انه هو ده اخطر كاره اخطر frequency يعني اخطر frequency للكهربا هي بتبقى في range اللي هو بتاع AC لما بنروح ناحية DC بنلاقي ان threshold ده بيعلى ونلاقي ان هو برضو لما frequency بتاعلى قوي مسلا بتوصل 10k ولا whatever بتلاقي برضو threshold ده بيعلى بمعنى ان انا لو بتكلم على عندي current عند ال 60 مثلا بنتكلم ان احنا maximum 15-16 ملي امبير لو احنا خدنا الرقم دوت انه هو يعني ممكن يوصل لغاية 16 ملي امبير ما يبقاش فيه مشكلة فبنكلم عند ال 60 بيبقى حوالي 16 ملي امبير لما بكلم على 10k بتكلم على حاجة حاجة 70 ملي امبير بيعمل لي نفس الحاجة نفس ال effect يعني الخطورة في current عند ال 10k بتبتدي من عند 75 ملي امبير مش عند 16 ملي امبير زي ما هي في 60 نفس الكلام لو احنا بصينا على curve ده بقى لو كملنا معه لغاية DC هلاقي ان هو بيطلع برضو يعني بطريقة شبه دي كده فعنتا هنعرف ان احنا ال frequency لما بتقل تبقى قريبا من DC او لما تقل تبقى في ال range بتاع الكيلو هيرتز يعني 10 of kHz اعلى من 10k مثلا او اعلى حتى من 1k يعني الحقيقة بتبقى برضو تعتبر يعني اعلى شوية من دي كل ما احنا علينا في frequency او كل ما علينا في frequency كل ما ال safety بتاعت ال leakage current تبقى افضل بس احنا طبعا بنتكلم على ان الكهربا الموجودة اللي هي بيحصل منها دايما electrical shock hazards بتبقى هي ال EC فلازم نحن الحقيقة نديزاين كل حاجة على current اللي هي يعني بتؤدي لتأثيرات الخطيرة في 60 هيرتز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر